السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة كنوز التعليمية النهاردة بإذن الله هنراجع مع بعض أهم المحادثات اللي وردت في منهج 5 ابتدائي وحنراجع كل حاجة بخصوص المنهج سواء محادثات جميع المفرادات اللغوية وتصريفات الأفعال والقواعد النحوية والفقرات كمان البراجرافز اللي جات في الكتاب هنراجع بإذن الله بطريقة سهلة و بسيطة وإن شاء الله هتستفادوا كتير من المراجعات لسه ما بدأش يراجع هيراجع معي إن شاء الله بداية من النهاردة واكتبوا لي في التعليقات أو في أي سؤال أو استفسار ومعاكم إس أميرة وليتس ستارت يلا نبتدي هنراجع يعني محادثات يونت 1 المحادثة اللي جات في يونت 1 يا شطار فاكرنا كانت إيه؟ كانت المحادثة بين بين مونا وهذا وحنبدأ نشرح مع بعض يبقى المحادثة بتاعة يونت 1 بتقول إيه؟ أول حاجة شخصيات المحادثة كانت هودا ومونا كم الساعة يا هودا؟ الناس سابعة تماماً حان وقت الإفطار جيدة أنا جواعينا رائحته جيدة ما الطعام المعد للإفطار هودا قالت لدينا فول وبيض مونا يوم يومي فوريت لذيذ إنه الطعام المفضل لدي مرة تانية المحادثة بتاعة يونت 1 كانت بين مونا ومونا بين هودا ومونا wake up مونا what's time what time is it هودا it's 7 o'clock it's time for breakfast good I'm hungry smells good what's for breakfast we are having beans and eggs yum my favorite دي كانت المحادثة بتاعة يونت 1 تاني محادثة مهمة معنا المحادثة بتاعة يونت 2 كانت بتوين أجيرل عند أبوي وفيه كمان أمان رجل يعني أجيرل يعني بنت أبوي يعني ولد أمان يعني رجل نقرأ كده مع بعض كانوا بيقولوا الجو حار جدا أنا عطشانة حقا وأنا أيضا هيا بنا نحصل على بعض من العصير ما نوع العصير الذي تريده عصير على الناس من فضلك أوه ليس لدي مال كافي حسنا سأعزمك أو العزومة على حسابي تفضل شكرا جزيلا الكلام تبقى هنقوله إزاي بالإنجلش يا شكتور هنقول إزاي بالإنجلش يا شكتور إزاي بالإنجلش يا شكتور إزاي بالإنجلش يا شكتور باين قبل جوز بليز أحقوا إزاي بالإنجلش يا شكتور إزاي بالإنجلش يا شكتور إزاي بالإنجلش يا شكتور مرة تانية إزاي بالإنجلش يا شكتور أجين مرة تانية إزاي بالإنجلش يا شكتور إزاي بالإنجلش يا شكتور إزاي بالإنجلش يا شكتور إزاي بالإنجلش يا شكتور يونت 1 محصتها خلاصت نيجي على يونت 2 المهمة برده إزاي بالإنجلش يا شكتور إزاي بالإنجلش يا شكتور سانكس ألت نيجي بقى على يونت 3 let me help you mom سانكس be careful it's heavy no problem I'm strong yes you are help watch out are you okay I think so but look at my skateboard ودي كانت المراجعة بتاعتنا النهاردة أتمنى تكونوا استفدتم استنوني بقى في مراجعة يونت 4 و 5 و 6 المحاسات بتاعتهم بقى المفردات والجرامر بتاع المنهج كله مراجعات حشرح بعد كده وحراجع الوحدة في صفحة واحدة بس وكانت معاكم مس أميرة برجاء أعمل لايك ده بمسابة شكر الله والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى لكم النجاح والطفول جود باي ترجمة نانسي قنقر